عمت حالة من الفرحة المواطنين في محافظة بن سويف خلال أداء صلاة عيد الأطحى المبارك وشاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم وساعدت في تنظيم الصلاة في ساحة عمر بن عبد العزيز لتخرج بأفضل شكل ممكن سعادة غامرة وفرحة لا توصف هكذا كان حال المواطنين في محافظة بن سويف خلال صلاة عيد الأطحى المبارك ففي ساحة عمر بن عبد العزيز شاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم في العيد وساعدت في تنظيم الصلاة في الساحة لتخرج بأفضل شكل ممكن لحوم الأطحية سيتم توزيعها على أهلنا الأكثر احتياجا في كل مركز بن سويف والنهاردة عقب صلاة عيد الأطحى على طول كنا بنشارك أهلنا برضو بفرحتهم بعيد الأطحى بتوزيع للأطفال مجموعة من الهدايا البسيطة وكل سنة وكل أهلنا في مصر وكل الرباحة بكل خير وبصحة وبسلام النهاردة حرصنا أننا نكون موجودين مع المواطنين في احتفالية عيد الأطحى دينا لهم هدايا بسيطة بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين شاركناهم فرحتهم ردود الفعل الحمد لله كانت كويسة ما شاء الله العدد كبير جدا هنا قدام مسجد عمر بن عبد العزيز مبسوطين مع الناس بنشاركهم فرحتهم فرحين بينا وفرحين بمتطوعنا وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمصلين إلى أن هذا الزحام لم ينتج عنه ضوضاء بل امتزجت كل الأصوات في صوت واحد ورددوا جميع التكبيرات التي امتلأت بها الشوارع كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أطحى مباركة على الجميع نحب أن نشكر حياة كريمة النهاردة على وجودهم كلهم وكلهم ناس محترمين وقاموا باللازم ووزعوا هدايا على الأطفال وفرح الناس كلها نحب أن نشكر النهاردة حياة كريمة طلع عمرها مشرفونا كده ومنورونا في كل عيد ودايما بيوزعوا هدايا وبيفرحونا وما فيش عيد ما سابوناس فيه يعني وبعد انتهاء الصلاة قام متطوع حياة كريمة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإطفاء البهجة عليهم وحرس المصلون على تبادل التهاني والتقاط السور التذكارية مع الأهل والأصدقاء توثيقا لهذه الأوقات التي لا تنسى وتوثيقا للاحتفال بالعيد المبارك